السلام عليكم حليل واتي شنو أخباركم كنت منا تكون أحوالكم طيبة كنت قد يوعد لتكون في أسهد الأوقات كان بغير رحب المشتركين والمشتركات الجدود اللي كان قولهم نورتوا القناة كنت منا تلقا مو بتاغاكم فيها ارجعت لكم فيديو خاص بالحنة المعجزة الطبيعية للتخلص النهائي من الشيب من أول مرة سبق وقدمت لكم هذه الحنة في الأولد بوتين اللي عملت مؤخرا في القناة من أقومازون وتكرر لي نفس السؤال تقريبا من عند السيدات لا يوجد مواد كيموية وتتغير لون الشعر الأصلي للسيدة اللون اللي حبت تعمل وكيفش تخفي نهائيا الشيب أو الشعر الأبيض من أول استعمال إذا حبتوا تعرفوا أكثر على هذا الحنة خليكم معايا لنهاية الفيديو وقبل من هذا البنات لا تنسوش تشاركو في القناة وتضغطو على زر الأحمر موجود أسفل الفيديو ابني سبسكرايب واشتراك ضروري لا تضغطو على الجرس الموجود بجانبي وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوش تعملوا لايك أو تضغطو على زر الإعجاب أول حاجة أخذكم تعرفوا لبنات هو أن هذه الحنة هي مزيج من عدة أعشاب موخودة من مناطق متعددة عبر العالم يمكن تلقو فيها سبعة الأعشاب يمكن عشرة يمكن أكثر على حسب اللون اللي اخترتو الشعر ديالكم هذه الأعشاب هي كتنصح وكتصحح لهم الشعر طبيعيا بكل سلاسات تتخفي الشعر الأبيض بصورا يوم الأول استعمال يمكنك تستعملها فق شعر سواء كان لون من قبل دياله أسود أو شطا وحتى يكون ولو كان كاملة بها أبيض يعني ولو كان مغطي لك الشعر كاملة به تقدر يتعملي هذه الحنة فهي غتغطيه لك بشكل تام كيف ما قلت لكم 100% طبيعية الأعشاب اللي فيها خالية من أي مكونات غير طبيعية بدون ملح بدون ميطاليك بدون بيبيديب بدون أمونيك بدون بيروكسيد بدون أذيتيب وبالتالي تقدر يتعمليها سواء قبل أو بعد السباق الكيموية إلا كنت يديش عاملها العكس ديال الحنة اللي تنعرفوها عادة تقدري تخلطي مع هاد الحنة أي زيت مفضل لك سواء الزيت زيتون زيت الخرواع أو يمكن لك الضيف الياقورت أو البيض يعني أي حاجة طبيعية غير جنبي أنك تضيفي لها الخل أو الحامض يعني أي حاجة أسيد ما تضيفيه لها كيف ما قلت تضيفي أي نوع زيوت حبيتي أو تضيفي ياقورت بدون نكهب طبيعية الحال أو بيت هذا بالنسبة للناس اللي تيبغيوا يعملوا إضافات وتيخافوا أن الحنة تجفف لهم الشعر ديالهم بل بالعكس هاد الحنة راها ما تجففش الشعر تتعطي فوليوم للشعر تتعالجوه تتعطيه اللمعان والنعومة وتتسهل طريقة ديال التسريح دياله هاد الحنة كيف ما شفتوا اللون ديالها الخضراء اللي تنعرفوا في المغرب تتعطي طحونة مزيان يعني بودرة رقيقة ريحة ديالها رائحة ديال الأعجاب المجففة يعني ريحة ديالها عادية واحتم اللي تتخلطوها ما تتكونش فيها زماشي رائحة غير مستحبة السرش اللي تتعطي فيه تتعطي زيبة يعني يمكن تغلقيها سكوه تغلقيه بمنتهى السهولة طريقة تطبيق زيال هاكي في المائية حنة تنعملوها عادة يعني تنضيفوا ليها المائغليان ثم تنعملوها في الشعر وباش نشرح لكم الطريقة اكثر غنعمل معكم تجربة نحتاج الحنة باللون اللي اخترت السيدة بالنسبة لي عندي اسود يمكن السيدة تختار شطان ميالي شطان فتح او غامر يمكن تاخد لون الاصفر في كين اختيارات كثيرة على حسب اللون اللي حبت تكون السيدة نحتاج لي مائغليان ثم نحتاج لئينة اللي غادي نخلطو فيها هادي مكونات كاملة بها ودائما اللي بنا سردو بالكم خاصنا نخلطو جميع الوصفات تجميلية للشعر للواجه او الجسم في حاجة ما تكونش او ما طال من احسن نستعملو الزاج او العود تنوضعوها كمية من الحنة بالنسبة لي عملت كونتية قليلة فقط للتجربة باش نوضح لكم طريقة كيفاش تتخلط هاد الحنة سيدة توضع الكمية ديال الحنة باللون اللي حبتها لحسب طول تنضيفو لها الماء بالتدريج وكيف ما قلت لكم ممكن سيدة تخلطها مع الياقورت مع البيض مع اي ذي تحبات غيرو كان الحامض والخل او اي حاجة اسيد ما نضيفوهاش لها تنخلطوها بشكل جيد حتى كنحصلو على تكستور او قوامة تكون لسائل لعقد تنتظروا عليه ثلاثين دقيقة حتى كتختمر على خاضرها من بعد مورور ثلاثين دقيقة تنعملوها ثوق الشعر بالطريقة المعتادة ديال الحنة يعني من الجذور الى الاطراف تنغلفو بها كامل الشعر كيف ما شفتو هاده هو التكستيوغ ديالها كيف ما قلت لكم تنعملوها على الشعر ممكن نغطيوه بالبابي سولوفان او نعملو فوتا تكون فيها الماء الساخين ويمكن لينا نخلوها غيرها كذاك على حسب رغبة كل سيدة تنخلوها على الاقل ثلاث ساعات فما فوق يعني فهي فيها مواد طبيعية ما غديش نخافوا منها يعني اقل حاجة نخلوها فيها ثلاثة سويع ومن بعد ذلك تنغسلوها والبنات ما تخافوش من اللي تغسلوها فهي كتغسل بسهولة ما تنزل لانها كتكون بودرة ناعمة جدا بالنسبة لتمن ديالها فهو غيز نابلي يعني ميتين وخمسين قرام او ربعة من هاد الحنة باي لون حبيتي ما كيتجاوز خمسة اورو او كيف ما قلت لكم تتخلط بسهولة تتطبق على الشعر بسلاثة وتتغسل بسرعة فائقات تتعطي نتيجة مبهيرة خصوصا السيدات اللي تيعانيهم من الشيب وهاد السؤال تيتكرر لي بزف بزف اللي كتأرق العديد من السيدات كنت البنات خطنا نعرفوا ان الشيب ماشي بعمل السين الشيب تدخل فيه عدة حوامل من ضمن هالاتموسفير اللي سنعيشوا فيه تلوت استخس كنتمنى البنات تجربوا هاد الحنة لانه فعلا طبيعي وفعالة جدا وكيف العادة اللي عندها اي سؤال وكنتضعوا لأسفل الفيديو كنشكركم بزاف على المشاهدة